موسيقى السلام عليكم وياكم محمد الحداد سواء كنت تحب أبل وتكره سامسونج أو تكره أبل وتحب سامسونج فما تصور رح يختلف اثنين على قوة هذه الشركات ومكانتها في السوق المقارنة بين هواتف تعمل بنظام تشغيل مختلف تكون صعبة دائما لكن اليوم رح أحاول أوصل تجربتي لكم ونشوف شنو الاختلافات بين الآيفون 10 والأس ناين بلس اولا نتكلم عن الكاميرات الخلفية بحيث يملك الآيفون 10 والأس ناين بلس كاميرتين من الخلف بشكل عمودي وبغض النظر عن موضوع عدد الميجابيكسل ومقارنة حجم فتحة العدسة بين الاثنين أو موضوع فتحة العدسة المتغيرة في الأس ناين بلس فالصور اللي كانت تطلع من الاثنين متقاربة جدا بأوقات كثيرة الاختلافات غالبا كانت بسيطة وقد لا تهم المستخدم العادي بشكل كبير كاميرا سامسونج دائما ما كانت تعطي ألوان غير حقيقية ومشبعة زيادة عن الحد الطبيعي فيكون عندك تدرجات لونية أقل في الصور ولكن هذا الشيء ممكن تعدله عند التحويل لوضع البرو في الأس ناين بلس أما الآيفون فحسيت تعامله مع اللون الأسود أفضل فالتفاصيل اللي كانت واضحة في صورة الآيفون وخصوصا في اللون الأسود هاتف سامسونج كان يضيعها بعض الأحيان أيضا العزل بالتلفون ينقدم صور جيدة جدا ولكن الفروقات راح تبين بشكل أكبر عند الوصول إلى ظروف إضاءة منخفضة الشيء اللي فعلا كانت تتفوق بي وبجدارة كاميرا الأس ناين بلس أما عند التحول إلى الكاميرا الأمامية فالزاوية الموجودة في الكاميرا الأمامية للأس ناين بلس أوسع مما عليها في الآيفون 10 لكن صورة الآيفون تملك ألوان حقيقية وحدة ممتازة مثل ما هو واضح الشيء اللي كانت تفتقده كاميرا الأس ناين بلس اللي تعطي تنعيم وفلتر الوجه بالضبط مثل ميزة لبيوتي في كاميرات هواوي الأمامية أما بالنسبة للإضاءة المنخفضة فالكاميرا الأمامية للأس ناين بلس فيها مشكلة في بطء الأوتوفوكس أكثر من مرة العملية كانت متعبة عكس الآيفون اللي يقدم صور مختلفة الزبدة مثل ما ذكرنا هي تفاصيل صغيرة واختلافات بسيطة في أداء الكاميرات الخلفية قد لا يهتم لها المستخدم العادي أما الكاميرا الأمامية فالآيفون أفضل عدا عن ذلك الآيفون يملك ميزة البرتريت لايت سواء في الكاميرا الأمامية أو الخلفية اللي يتمكنك من التحكم بإضاءة الصور بطريقة جميلة ومبتكرة بعد الالتقاط ولكن فعليا هذه ليست نهاية صراع الكاميرات فالأس ناين بلس لديه ميزات أخرى في هذا الصراع أولها موضوع السوبر سلو موشن مع التسعمية وستين إطار في الثانية وبدقة سبعمية وعشرين بي اللي يقدم لك تصوير بطيء جدا يجعل من الزمن يتوقف في لحظات رائعة وثانيها الكاميرا الغير بارزة واللي ما راح تضايقك بأي شكل من الأشكال فالهاتف هو قطعة واحدة لا يوجد بروز للكاميرا الخلفية عكس الهضبة الموجودة في ظهر الآيفون 10 وبما أنه تكلمنا عن بروز الكاميرات خلونا شوي نتكلم عن شكل وتصميم هذه الهواتف فالآيفون 10 يملك تصميم زجاجي مع حواف معدنية رائعة ولكن مشكلة هذه الحواف وخصوصا مع اللون الأبيض أنها تتجرح وتتشخط بشكل مخيف بعد فترة من الأمام الشاشة اللي تحمل النوتش واللي راح تتعود على مضايقاتها إلك أثناء الاستخدام بعد فترة أما في الأسناين بلس فلا يوجد لديك نوتش من الأمام والشاشة كاملة وراح تعيشوا إياها حياة سعيدة لكن الحلو ما يكمل مع وجود إنحناء الشاشة في الطرفين اللي ممكن يكون مزعج أثناء تركيب شاشة حماية أو التعامل مع الهاتف بيد واحدة عموما ظهر الهاتف في الأسناين بلس أيضا من الزجاج وحول الهاتف أطراف معدنية مطلية بنفس لون الهاتف على واحدة من أسوأ الأزرار الموجودة في الهاتف الذكية والكلام عن زر بيكسبي واللي متأكد أنه أغلب مستخدمي هواتف سامسونج الأخيرة عطلوه مباشرة من الإعدادات لتفادي أي خربطة بينه وبين أزرار الصوت الآيفون 10 والأسناين بلس هواتف من الفئة العليا تملك أنظمة تشغيل مختلفة فيما بين الآيو اس والأندرويد هناك اختلافات كبيرة من ناحية شكل النظام وطريقة التعامل مع القوائم والإعدادات واختلاف المزايا وإمكانية التغيير والتلاعب في الواجهة والمظهر العام هذا الأمر مختلف بين الاثنين وهو أولا وآخرا مسألة الذوق وموضوع أنت وين ترتاح بالضبط في الاستخدام أو أنت على أي نظام متعود من الأساس البعض من يحول من الآيفون للأندرويد يشوف الموضوع سلبي والعكس صحيح مستخدم الأندرويد يوم اللي يحول الآيفون ممكن يعتبر الآيفون سجن كبير لعدم قدرته على التلاعب في كثير من الأمور إلا بعد عمل جل بريك الشيء اللي ممكن يؤثر على حماية الهاتف نتحول الأشياء الأخرى أيضا ومنها الشاشة والسماعات فالأسناين البلس رح يتفوق في هذه النقاط على أقوى هواتف أبل الآيفون 10 بالفعل شاشة سامسونج الامفينيتي ديسبلي وبدون نقاش هي أفضل شاشة صنعت على هاتف محمول لحد اليوم تحس أن المحتوى يطفو على الشاشة قوة الألوان والتباين الخرافي اللي رح تحصلها فعلا شاشة مذهلة سطوع رح يكون أفضل وأقوى من سطوع الآيفون 10 بمراحل أكثر من مرة كنت أستخدم الآيفون 10 تحت الشمس وبصورة لا إرادية أدخل على الكونترول سنتر وأحاول أزيد السطوع وإذا بي أتفاجأ بين السطوع على الآخر هذا الشيء اللي ما رح تعاني منه مع الأس ناين بلس أما موضوع السماعات والصوت في يوم اللي قررت سامسونج تحط ستيريو سبيكر مع تقنية الدولبي آتموس بالفعل كانت موفقة بشكل كبير عكس الآيفون اللي يملك أيضا سماعات ستيريو لكن الصوت الأعلى كان لصالح سماعات الأس ناين بلس ولكن سامسونج يوم اللي قررت تقلد الآيفون في الأنيموجي لم تكن موفقة إطلاقا قوالب جاهزة ما تصور حتى إلها علاقة بموضوع الذكاء الاصطناعي الأنيموجي في الآيفون رح تعطيك تجربة أفضل في الحركات والإيماءات وتقدم لك تعابير دقيقة جدا لتحركات الوجه سامسونج طبقت هذا الشيء بطريقة سيئة وعن نفسي استخدمتها مرتين وتركت موضوع الأي آر إيموجي لأنه كان غير مفيد وغير مسلي ومع أن الأنيموجي في الآيفون غير مفيدة إلا أنها مسلية على الأقل عموما هذه الهواتف رح توفر ميزة الشحن اللاسلكي وأيضا الشحن السريع سواء الآيفون أو سامسونج والأس ناين بلس رح يجيوا إياه شاحن سريع داخل العلبة وبدون أي ابتزاز للمستخدم فما يحتاج تشتري كيبل أو باور أدابتر بسعر 65 دولار حتى تحصل عليها كما هو الحال مع أبل الشاحن رح يكون في علبة الهاتف أيضا بالنسبة للموضوع البطارية والاستهلاك فهو بالدرجة الأساس بالتأكيد رح يعتمد على طريقة استخدامك للهاتف التلفونيين رح يقدمون بطاريات متوسطة نعم بالذات من تجي وتقارن مع بطاريات هواوي وسرعة الشحن في هواتف هواوي الرائدة لكن الأس ناين بلس ممكن يكون عيبة أنه الشاشة الحلوة والرائعة اللي تكلمنا عنها قبل شوية تشرب البطارية وتشفط الطاقة خصوصا لو كانت على دقة كوات اج دي بلس أو حتى على الفول اج دي بلس في الختام الايفون 10 والأس ناين بلس من أقوى الهواتف الموجودة حاليا وتفضيل هاتف عن آخر يعود لبعض الاختلافات البسيطة اللي تكلمنا عنها قبل شوي سواء الكاميرا أو البطارية والسماعات أو النظام بالدرجة الأساس موضوع المقارنة بين الايو اس والاندرويد موضوع معقد نوعا ما ولكن بما أنه الأس ناين بلس يعتبر أقوى وأفضل فلاكشيب يشبه الايفون بالذات بعد ميول سامسونج في السنين الأخيرة والبحث المستمر عن استقطاب مستخدمي الايفون مع حفاظها على ميراث هواتفها السابقة من تواجد مكان لذاكرة خارجية أو تركيب شريحتين اتصال أو الإبقاء على منفذ السماعات لـ 3.5 مليمتر هذه الأشياء الموروثة الجميلة اللي ما يملكها الايفون أو افتقد بعض منها في آخر سنتين تجعل من الأس ناين بلس ممكن أنه يتفوق في هذه الجوانب لكن قوة الايفون أيضا تستمر مع ذلك عن سرعة وصول التحديثات للمستخدم وسلاسة النظام عن المدى الطويل والتوافق الرهيب للهاتف مع أجهزة أبل الأخرى الأسعار ما راح تكون متقاربة فاليوم نتكلم عن سعر قرابة 950 إلى 1000 دولار للآيفون 10 وبالمقابل سعر أفضل وأرخص للأس ناين بلس ما يقارب 750 دولار لمن يسأل من الأفضل وماذا أختار الأفضل هو ما يلبي احتياجك وميولك اختيارك للنظام بالدرجة الأساس يجب أن يكون قبل كل شيء فالأس ناين بلس هو إيقونة في بحر هواتف أندرويد والآيفون 10 هو القاربة الذي تبحر به أبل حاليا في نهاية الفيديو بالتأكيد لا تنسون مشاركة الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى توصل الفيديوهات أول بأول وأكيد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل روابط راح تكون أسفل الفيديو تحياتي يا أخوكم حمد الحداد فيما الله اشتركوا في القناة